كمان اللي يدينا انطباع ان المساعي الشعبية اخيرا بدأت تنجح بشكل كبير وانه بيحدث فعلا اختلاق النهاردة فينانشل تايمز بتشير الى ان موظفة في شركة ميتا بتاخدع للتحقيق بسبب الرقابة على الاراقة المؤيدة للفلسطينيين والموظفة دي كانت نجحت ان هي تجمع 450 توقيع خلال نصف يوم خلال تواجدها في نصف يوم فقط مع زملائها لما خافوا ان التوقعات تكتر في الشركة راحوا وضعوها تحت التحقيق وقاموا بفصلها فوضح ان الاصواد بدأت تتعالى في كل مكان ورغم ان الشركة عانت انه في نقاشات صحية بتدجري جوه شركة ميتا الا انه دا لا يحدث على ارض الواقع وكمان رفض المسؤولين بالشركة التعليق على المسألة المتعلقة بموظفها لكن دا تقرير نشرته فينانشل تايمز لقيام موظفة بتجمع التوقعات للاعتراف بارواح الفلسطينيين ودعم الزملاء الفلسطينيين في مواجهة العدوان الاسرائيلي ولما اثارت مخاوف شركة ميتا قاموا بوضعها في تحقيق وفصلها وطبعا جماعات حقول انسان بتتحدث الان عن حق هذه الموظفة وغيرها الحقيقة ممن تم او فقدوا كمان وظائفهم وده حالة انتشرت كمان في بداية العدوان في كتير من الدول الاوروبية رأي العام بقالب تلتمية وستين درجة او مية وتمانين درجة ان انتباننا ان شاء الله انه دا يستمر